السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نقدم لكم أهم الفوضة الصحية لشاي الزعتر الزعتر من أهم الفوضة الصحية الطبعية يعمل على علاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية الزعتر مفيد لعملية الهضم وأيضا الزعتر مفيد لنزلات البردة ففي هذا الفيديو ان شاء الله سوف نقدم لكم أبرز الفوضة الصحية لتناول شاي الزعتر سألين الله عز وجل أن تستفيدوا من هذا الفيديو فإذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة ان شاء الله وإليكم في التقرير التالي أهم الفوضة الصحية ومعلومات قيمة عن شاي الزعتر فابقوا معنا لنهاية هذا الفيديو شاي الزعتر هل تعلم أن في شاي الزعتر فواد صحية واستخدامات علاجية؟ لا تعد ولا تحصى للزعتر شاي الزعتر يعتبر من المشروبات الصحية التي ينتشر بين الكثيرين له العديد من الفوائد الصحية المختلفة التي سوف نوينها لكم في هذا الفيديو ان شاء الله يصنف شاي الزعتر ضد نافئة الأعشاب والزعتر من أهم هذه الأعشاب وبالأخص في فصل الشتاء بإساب فوائدها العظيمة لشاي الزعتر رائحة مميزة وطعم لذيذة كما أنه محبب من قبل النحلة من أجل صنيعة العسل متابعين الكروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وليستخدام أكثر أمان يجب عليكم مراجعة الطبيب القيمة الغذائية لشاي الزعتر قبل التعرف على فوائد شاي الزعتر الصحية نقدم لكم القيمة الغذائية الغاصة به بشكل عام كل 28 غروم من الزعتر يحتوى على 1.6 غروم من البروتين 6.8 غروم من الكرباهيدروت 0.5 غروم من الدهون 44.8 ملغروم من فيتامين سي 0.1 ملغروم من فيتامين باستة 4.9 ملغروم من الحديد 171 ملغروم من البوتاسيوم 113 ملغروم من الكاليسيم 44.8 ملغروم من الماغنيسيوم إلى جانب ذلك يحتوي الزعتر على فيتامين كاف وفيتامين ألف والفيسبور والزنكا وغيرهم من المعدن والفيتامينات والمركبات النباتية المختلفة فوائد شاي الزعتر المذهلة بما أن الزعتر يحتوي على كل القيم الغذائية سابقة الذكرى فهذا يعني أن شاي الزعتر يتمتع بكل هذه الفوائد الصحية المذهلة والعظيمة شاي الزعتر مفيد لعلاج السعيل من أهم فوائد شاي الزعتر أنه يعمل على علاج الإصابة بالسعيل وذلك بسبب خصائصية الطاردة للبلغم لهذا السبب تحديداً يتم تناوله في فصل الشتاء بشكل أساسي والذي يساهم في تهدئة المسالك التنفسية والشعب الهوائية شاي الزعتر يعز صحة الجهاز الهضمية لشاي الزعتر العديد من الفوائد التي تعود على الجهاز الهضمية فهو يساعد عليه علاج عسر الهضم والتخلص من الانتفاخ والغازات المحبوسة ويساعد في تحسين حركة الأمعية شاي الزعتر يعمل على خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة يحتوي شاي الزعتر على الكثير من مضادات الأكسادة هذه المضادات تعمل على التخلص من تركم الجثور الحرة الضرة في الجسم إن تركم الجثور الحرة في الجسم يعمل على رفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة منها أمراض القلب والسكرية والسرطون المساهمة في علاج أمراض الشتاء إن تناول شاي الزعتر في فصل الشتاء يساعد في علاج الأمراض المرتبطة به وأهمها التهاب الحلقة نزلة البردة الإنفلونزة يمتاز شاي الزعتر بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة والتي نذكر منها ما يلي تعزيز صحة الفم والأسنين التقليل من ألمي التهاب المفاصل وتخلص من التوتر والمساعدة في علاج الصدوع وتخوية الجهاز المناعي ومفيد جدا لصحة البشرة ضبط مستويات السكرية في الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية الزعتر يزيد من تدفق الدم في الجسم ويساعد في علاج حصاء الكلا وتنظيم مستويات الكورسترولة في الجسم يزيد من مستوي هرمون السعداء في الجسم وبالتالي يكافح الإصابة بالإكتئاب ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان وبالأخص سرطان القولون ويساعد في علاج الأعراض المرافقة للحيض كيفية تحضير الشيء الزعتر من الممكن تحضير الشيء الزعتر من خلال الزعتر الطوزج أو المجفف ويتم ذلك عن طريق غلي كوب من الماء من ثم إضافة ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف وتركها تغليل عدة دقيقة الآن دعا المشروب يركض لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل تنوله لا تكن بغلي الشيء الزعتر لفترة طويلة من الوقت حتى لا يخسر الزيوت الموجودة فيه متابع قناة صحتك في معلومة إذا استفدتم أحبابي من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله اشتركوا في القناة